شكراً سعفة واحدة شكراً كتير ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله عليك باين تمكنك جداً باين يعني يعني احنا ممكن نكون معنا مش دارسين برده ومزيجة بس عارفة ببتيجيت برده اسمه حد الإحساس وإن هو فعلاً متمكن من مخارج ألفاظ ونفسك ففعلاً شكراً شكراً الغنى بدأ الأول ولا العسف لأ 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 أنا احترت وانا قاب بتفرج عليك دلوقتي الغنى العسف جي مؤخراً شوية فترة الجامعة كده حبيت ان انا هنمي موهبتي وأجيب قالت التسكل من موهبتي شوية مم فأنا من زمان ما كان نفس اجيب قالت الجتار يعني مم حالي طيب طيب محمد انت دارس حاجة بعيداً تماماً عن الغنى اه وبتشتغل كمان بعيداً عن الغنى طيب عايز اعرف انت درست ايه وبتشتغل ايه وازاي اشتغلت على موهبتك انا خارج كل التجارة انجليزة مم جامعة المنصورة مم وشغل الفترة حالية محاسبة مم مم بس دي هواية يعني اشتغلت عليها ازاي يعني اشتغلت على صوتك والعصف ازاي انا من الصغر ازاي بقول لحداتك كده اللي هو انا بغني في التجامعات العقلية بدأت انامي الموضوع ده لما دخلت الكلية مم عرفت ان في رعاية طلاب بتهتم بالمواهب يعني اللي في الجامعة وكده مم فاشتركت هناك في رعاية الجامعة في قرار جامعة المنصورة مم واتدربت على ايد الماستر والدكتور دي عبد الكريم والماستر محمد حاتم حلوة اتمرنت ممكن تقول ان اتمرنت في فترة الجامعة اه اه لانا كنت اسألك انت طب خدت كورسات اتمرنت او اي حاجة او لا اه اتدربت في الجامعة اتدربت في الجامعة وفي قصر الثقافة المنصورة بلو حلو طب حلو انت كنت اه اه يعني انت كنت مدين الفرقة اللي احنا اتكلمنا عنها قبلي كده تغنوا للناس في الشارع والناس تبقى راسيف شارعان اه راسيف شارعان اه راسيف شارعان حلو اه هتبستوا او يا جماعة هتبستوا كلنا